ألقى غبطة البطرياركثي أوفلس الثالث بطريارك القدس وسائل الأردني وفلسطين كلمة في حفل افتتاح معرض بيت لحم تولد من جديد والذي أقيم في جنيف بسويسرا بحضور وفد ديني ورسمي رفيع المستوى وفي كلمته التي قدم خلالها خلفية عن تاريخ المدينة أشهد البطرياركثي أوفلس باهتمام المعرض بكنيسة المهد وجمال جدرانها وبلاطها وعمدتها والفسيف سائفها وهي شاهدة حية للأمل والنور والحياة وقال بينما نكافح من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة ومواجهة ارتفاع نسب التطرف والكرهية في المجتمع فإن الدعوة الروحية العالمية لبيت لحم هي الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وفي ختام كلمته شكر غبطته مجلس الكنائس العالمي على جهودهم الجبارة في إقامة هذا المعرض ودعمهم الثابت للكنيسة في الأرض المقدسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة